السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث حول الحساسية فأن ينتبه أصحاب الحساسية فربما شيء بسيط لا يترك الشخص ينام وهناك من يلزم الفراش من أشياء بسيطة جدا فالأشخاص مصابين بالحساسية مثلا عندما يقومون بنزع الثياب وهم متعرقون أو يدخلون مكان بارد وينزعون ثيابهم أو مكيف السيارة هناك من يحدث له مكيف السيارة حساسية أو مكيف الغرفة فأي شيء يحدث للناس انزعاش فيجب أن يتفادوه هناك من لدي حساسية لمكيف السيارة فألا يشغل مكيف السيارة هناك من يشغل مكيف السيارة ويتناول أدوية فأن يترك السبب الذي يسبب له هذا المشكل كذلك هناك من لديه حساسية لبعض المأكولات مثل الكرفس والسمسم والبيض والفراولة وفواكه البحر وزيت زيتون كذلك العسل فأي مادة غدائية تسبب للناس الحساسية فأن يتركوها كذلك هناك من لديه حساسية للكركم والكركم مصنف من الأشياء التي تسبب الحساسية كذلك سمك التونة فهو من المسببات للحساسية فأن ينتهي الناس عن هذه الأشياء وأن يتركوا الأشياء التي تسبب لهم الحساسية أشخاص الذين يصابون بأي نوبة حساسية أو أزمة فسواء كانت سايلة للأنف أو ألم في الرأس أو اختناق حنجرة أو صافية في الصدر فليمنع جميع البروتينات الحيوانية لأن الميكانيزم الذي تتكامل به الحساسية هو البروتي الحيواني فأن يكون نظامهم نظام نباتي محد حتى الناس المصابين بتسمومات حتى من الذي تسمومات غذائية أصيب بتسمومات غذائية فيجب منع جميع البروتي الحيواني كذلك من الأشياء التي قلنا أنها تنفع هي الزيوت الطيارة زيت النعناع الفلفولي وزيت الأوكاليبتوس وزيت الزعتر هذه الزيوت لا تستهلك إنما تستنشق يوضع أثر منها على الأصبع ثم يستنشق فهي جيدة للحساسية كذلك تنفع في وقت الحساسية فالطفل كذلك لما يكون مصاب بأمفلوانزة عادية أو زوكام فمرتين أو ثلاث أو أربع مرات في النهار فليستعمل هذه الأشياء سبيرولينا 2 غرام في اليوم جيد على شكل كيبسولات حمر أميغا ثلاثة والفيتامين سي كذلك جيد البروبايوتيك يخفف من الحساسية كثيرا إذا كان الطفل أن ينتبه كذلك الناس للأعشاب فكذلك عشبت الشيح أن ينتبه الناس لأن هناك من هذه الحساسية للأعشاب فأن ينتبهوا كذلك للأطفال لأن الأطفال مصابون بصرع فممنوع عليهم وضع الزيوت في الأنف هذه الزيوت الطيارة التي تكلمنا عنها أن ينتبه الناس للأطفال إذا كان الأطفال مصابون بالحساسية فممنوع عليهم أن يضعوا هذه الزيوت الطيارة في الأنف أو الأعشاب الطبية كذلك الأعشاب الطبية ممنوع على المصابين بالصرع بما في ذلك إكل الجبل والسالمية ومرد الدوش والنباتة العطرية أصحاب الحساسية أن يكون نظامهم نباتي خالي من البروتي الحيواني ثم القيام بالرياضة ماشي أو حركات لأن الرياضة تزوي الجسم بالأكسيجين أن يكون ماشي فقط فجيد من الأشياء التي تصلح للجيوب الأنفية أو لسيال الأنف فأن يستنشق الناس بماء البحر ماء البحر يستنشق به فهو جيد وماء البحر يبعث في بخاخ في الصيدليات فأن يشتري الناس هذه الأشياء فهي تساعد فلا علاج للحساسية والربو دون تجنب أسباب الحساسية والربو عند الأطفال خاصة كذلك يجب أن يمنع الأباء عن الأطفال جميع المواد الصناعية ونشروبات الغازية من بسكاوتات فالأشياء تساعد الإصابة بالحساسية فأن ينتبه الناس فمن الأشياء الجيدة للحساسية التي تكلمنا عنها هي السمن الحار البلدي فهو جيد أن يعطى كذلك للأطفال وأن يفتروا به الأطفال وأن يكون مع الأطفال بعد جميع الواجبات ممكن أن يضع السمن الحار كذلك الأشياء التي قلنا منها شحم ذروة الجمل فأن يطبقها الناس بشحم ذروة الجمل العواد الزليوت الصناعية كذلك مع البحر الاستنشاق الحبة السوداء من البذرات فهي جيدة كذلك هناك بيكاربونات الصودة أن تأخذ ملعقة صغيرة مع كوب كبير من الماء ليشرب بعد الوجبة ليشرب بعد الوجبة على معيدة مملوئة ألا تستهلك بيكاربونات الصودة على معيدة فارغة فهي تصيب الماء كذلك من البقول الخضراء هناك الحمض والسلق والقرنينة وهذه الأشياء هذه الخبيزة وهذه المسائلة هذه البقول الخضراء فهي جيدة كذلك نبات الحراق كذلك التوم والبصل أن تكون هذه الأشياء مع شربة الخضر ممكن أن تعمل هذا البقول مع بصل وتعمل على شكل شربة فجيدة توضع معها هذه البذرات التي تتكلمنا عنها كذلك ممكن أن تعمل شربة الخضر من خضر على حسب الموسم خضر موسمية كذلك أوراق الأشجار فهي جيدة أوراق شجرة الكاكي على شكل شاي نبات الأشياء التي تنفع في الحساسية الخارجية وهو دقيق شوفان يساعد على الحساسية الخارجية يوضع على طفائح فهو جيد كذلك كما قلنا جميع أوراق الأشجار تساعد أصحاب الحساسية كذلك حساسية الآن كما قلنا ستنشاق بماء البحر ثلاثة وأربع مرات في اليوم أو أن يضع الشخص زوز طيارة من لديه زوز طيارة فأن يوضع أثر زيت في الأصبع ويستنشق كذلك زيت اللوبان فهو جيد كذلك لأن يوضع أثر زيت اللوبان في الأصبع ويستنشق به فهو يعتبر من زوز الطيارة وهو جيد للحساسية كذلك هناك ما الذي هي حساسيات أصابع الرجل أو اليد فهو ما الذي هي حساسيات الأصابع أصابع الرجل وأصابع اليد فالحلبة جيدة أن تستعمل الحلبة جيدة فكذلك لا ينسى الناس البدرات كما قلنا أن تكون في جميع الأطباق الحلبة والحب السوداء وحب الرشاد والكذبارة والمقدونيس وحبوب الكذبارة فهذه الأشياء الجيدة تسخي الجسم وهي جيدة للحساسية قلنا من لديه حساسية خارجية ما بين أصابع الرجل فليستعمل دقيق الحلبة أن تطحان الحلبة ويعجن دقيق الحلبة يعجن بماء ويوضع على هذا المناطق أن يوضع دقيق الحلبة على بابين الأصابع الرجل وتشد بثوب ناقي فتلبس الجوارب ويبقى بها الشخص طول الليل في الصباح تنزع هذه الأشياء ويجب أن لا يغسل الشخص بالماء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فهي تنفع جيدة في الحساسية الخارجية كذلك فأثناء الأزمة يجب تناول علاج الطابب لوحده إذا كان الشخص مصاب بالحساسية والناس أصحاب الحساسية يعلمون أن تكون لديهم أزمة عندما يصابون بالأزمة ففي وقت الأزمة من الأحسن أن يتناول دواء الطابب لوحده فحتى تمر الأزمة وتستعمل هذه الأشياء فجيد عندما تمر الأزمة أن يستعمل الناس هذه الأشياء كذلك بعض الناس وبعض الأطفال خصوصا الذين يذهبون إلى البادية فمع الغوبار تظهر لديهم حكة وتخرج حبوب صغيرة على الجلد مملؤة بالماء فيجب في هذه الحالة أن يشربوا ماء بكثرة أن يكون ماء نظيف وأن يشربوا ماء بكثرة وأن يمنعوا جميع البروتينات الحيوانية من لحم ودواجين وحالب وسامك وبيض وأن يلتزموا بنظام نباتي مئة في مئة ويجب على الآباء أن يبقوا أطفالهم في البادية فإذا كانت هذه الحساسية أو هذه الحبوب مصحوبة بحرارة مرتفعة للأطفال فيجب أن يراجعوا الطبيب وكما قلنا أن يبقوا على الأقل خمسة أيام في البادية حتى تذهب هذه الحساسية لكي تشتغل المنع لديهم فإذا أصيب الأطفال بهذه الحساسية وراجعوا مباشرة بعدها إلى المدينة فعندما يعودوا المرة أخرى إلى البادية ستصيبهم هذه الحساسية فيجب الإبقاء عليهم لأخذوا مناعة للجسم يكتسب مناعة من هذه الأشياء فإذا رجعوا مرة أخرى ألا تصيبهم شيء فهذه الأشياء مهمة يجب أن ينتبه لها الآباء فكما قلنا إذا كان هناك تقيح أو شيء مع هذه الحب فأن يأخذ ناس مطهرات أو يأخذوا أدوية فلا بأس بذلك فأن ينظفوا هذا الجلد كما قلنا بمنطفات وأن يتناول دواء إذا أعطهم الطبيب دواء فلكي لا يكون هناك تعفون فلا بأس بذلك ترجمة نانسي قنقر